بالرغم من أن سنة 2021 شهدت تأجيل العديد من عروض ناتفلكس واللي كان مستنيها الجمهور بفارغ الصبر إلا أن السنة دي كانت مليانة بالأعمال والمسلسلات النجحة زي لعبة الحبار واللي بيعتبر واحد من أحسن الأعمال الدرامية على الإطلاق والخبر صار هنا أن سنة 2022 هتشهد عرض أفضل الأفلام والمسلسلات والبرامج بمواسم جديدة واللي كان من المفروض عرضها في سنة 2021 لكنها تأخرت بسبب ظروف جائحة كورونا والنهاردة هنقول لكم أبرز العروض والأعمال المنتظرة اللي هتقدمها منصة ناتفلكس سنة 2022 مشاهدين أهلاً سهلاً بحضراتكم معكم منا يعقوب وإلى التفاصيل بالرغم أنه تم تأكيد العديد من العروض المنتظرة لسنة 2022 من ناتفلكس إلا أنه ما تمش إصدار تاريخ محدد لها لحد دلوقتي ومن الأعمال المنتظرة بشدة واللي هيتم عرضها سنة 2022 هو الموسم التاني من مسلسل ألاس إن بوردر لاند وهو مسلسل مبني على مانجا بنفس الاسم وبيتكلم عن نقل مجموعة من المجرمين لبعد موازي كجزء من لعبة البقاء على قيد الحياة ومن المسلسلات أيضاً المنتظر عرضها هو مسلسل أولوف أس أردد واللي بيحكي عن انتشار فيروس الزومبي بسرعة داخل أحد مدارس المدينة علشان يبدأ صراع الطلاب المعارضين للخطر علشان يحفظوا على حياتهم ومن المنتظر لنفس السنة عرض مسلسل أركايف 81 والمقرر صدوره في 14 يناير وبيحكي عن موظف أرشيف تم تعيينه لاستعادة مجموعة من الأشرطة علشان يلاقي نفسه بيحقق في وجود طائفة دينية خطيرة بتهدد البلاد ومن أكتر المسلسلات المنتظرة لسنة الجديدة هو الموسم الخامس من مسلسل ذاكراون والمنتظر صدوره في أواخر شهر نوبمبر 2022 واللي بيحكي تفاصيل دقيقة في حياة عائلة ملكية عائلة الملكة لازاباس البريطانية ومن المنتظر عرض مسلسل The Midnight Club الدرامي للرعب والخيال وبيحكي مسلسل نادي منتصف الليل قصة مجموعة من المرضى مصابين بأمراض صعبة وكل يوم في منتصف الليل بيتجمع المرضى لتبادل القصص المخيفة لحد ما بتتطور الأحداث وبيحصل في المكان حاجات غريبة جدا ومن أكتر المسلسلات المنتظرة هو الموسم الرابع من مسلسل أدارك التشويقي والدراما واللي بيحكي قصة عائلة بتتورد في جرائم كبيرة بين القتل وغسيل الأموال علشان يخوضوا تجربة فريدة من نوعها ومن مقرر إصدار المسلسل في 21 يناير لسنة 2022 والمفاجأة الحقيقية كانت بعرض الموسم الرابع من المسلسل الأكثر شهرة بين مسلسلات ناتفلكس Stranger Things للخيال العلمي والإثارة واللي بيحكي قصة مدينة صغيرة بيختفي فيها تصل صغير وبتبدأ والدته ورئيس الشرطة وأصدقائه مواجهة قوة خارقة للطبيعة ومرعبة من أجل استعادته Mention The Age of War وهو فيلم بريطاني حربي بيتكلم عن فترة من فترات الحرب العالمية التانية ومسلسل Animation The House واللي بيحكي ثلاث قصة سريارية لأشخاص مختلفين بيعيشوا في نفس البيت فيترى إزاي هيقدروا يتعيشوا مع بعض وبكده يعني يكون انتهى تقريرنا النهاردة اكتبونا في الكاملس عن أكتر عمل مستنيين ولسنة 2022 سواء سينمائي أو درامي وكل سنة وحضراتكم طيبين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر